اهلا بكم مقاطعة نيو برونزويك الكندية كل مدة تفتح برنامج او مصار هجرة جديد حتى تجلب اليد العاملة من خارج كندا وتشغلهم في الوظائف لي فيها نقص عمالة الحقيقة مقاطعة نيو برونزويك حاليا اكثر مقاطعة نافذ وتستقطف في مهجرين اجانب واكبر دليل على كلمي انا منذ فترة قصيرة تكلمت عن الهجرة الى نيو برونزويك وقبلها تكلمت في اكثر من فيديو على نيو برونزويك لكن المقاطعة نزل دائما في برامج وفرص هجرة وأنتم كمتابعين من حقكم تعرفوا وتقدموا على البرامج هذه ولما لا تكون سبب في سفرك الى كندا منذ ايام اعلنت نيو برونزويك عن مؤتمر توظيف افتراري في شهر ماي القدم يعني سيكون هناك مؤتمر توظيف عبر الانترنت سيكون فيه اصحاب العمل لتطلب عمال والناس اللي حابة تهجر الى مقاطعة نيو برونزويك حسنا انت حابة تشارك في المؤتمر هذا وتتواصل مع اصحاب العمل مباشرة تقدم على البرنامج جهده واذا تم قبولك يوم 27 او 28 مايه يسلك رابط عبر الايميل اللي سجلت به تدخل على رابط ستجد اصحاب عمل في تخصصك تعمل معهم مقابلة واذا واحد منهم اقتنع بمؤهليتك تتفهمه على تفاصيل العمل والعقد والسفر الى كندا فاذا انت مهتم بالهجرة الى كندا يمكن البرنامج هذا يكون سبب في حصولك على عمل الانسان لازم يسعى واذا كتب له شيء معين سيحصل عليه وانا بدوري سأقدم لكم كل المعلومات وطريقة تقديم خطوة بخطوة ادعمني بلايك تشجيع لنا واذا يكون جديد في القناة اشترك وفعل زر الجرس حتى يسلك كل جديد انقدمه اول باول كما تشاهدون امامكم من الموقع راسم المقاطعة نيو برونزويك البرنامج كما قلنا عبارة عن مؤتمر توظيف عبر الانترنت بينك انت كعمل وساحب العمل الكندي ملاحظة مهمة لازم نوضحها من اول الفيديو المقاطعة كل برنامج تفتحه تقوم بفتح المجال لتخاصصات محددة وانا سابق اليو تكلمت عن الموضوع هذا في فيديو سابق حتى نسهل عليكم البرنامج هذا مفتوح لاصحاب التخاصصات او المهن هذي ميكانيكا معدل ثقيلة ميكانيكا ومسلح المركبات والشاحنات والحافلات وسائق شاحنات النقل انت لازم تكون مهنتك تتبع المهن هذي لان مؤتمر التوظيف سنجد فيه اصحاب عمل تربين عمال في هذي التخصصات حسنا اذا انت مهنتك من المهن هذي تقدم مباشرة على المؤتمر تضع اسمك الاول اسم العائلة الايميل الخاص بيك من بعد تأكده هنا هنا ستضع التاريخ لحاب تحذر فيه في المؤتمر انا قلت لكم من اول الفيديو يوم 27 و28 ميل قدم من بعد تحدد المهنة الخاصة بيك تضغط هنا وتحدد مهنتك كمعدد سنوات الخبرة الحديثة في مهنتك اللي اخترتها تضع السنة سنتين ثلاث سنوات وما الى ذلك هل لديك رخصة قيادة سالحة تضع نعم او لا هل لديك شهدة الختم الاحمر للتأهل فني للمقدورات التجارية والشاحنات والسئل النقل تضع نعم او لا هل لديك رقب ملف تعريف في سالح للإدخال السريع الفيدرالي الكندي تضع نعم او لا هل لديك رقب ملف تعريف مع مقاطعة نيو برونزويك تضع ايضا نعم او لا من بعد تضع علامة هنا وهنا وهنا يعني موافق على كل الشروط والاحكام من بعد تضغط على حفظ والتألي حسنا الصفحة الثانية هنا خاصة بالتعليم والمهارات والخبرة هل حصلت على شهدة البكالوري او شهدة الثانوية العامة انت هنا تضع نعم او لا ما هو مجال دراستك تضع المجال اللي متخصص فيه او مجال دراستك هل تحصلت على تقييم الاعتماد التعليمي تضع نعم او لا من بعد تحمل السيفي الخاص بك وتضع علامة هنا وتضغط على حفظ والتألي هنا تضع بلد المواطنة يعني بلد الجنسية البلد عندك منها جنسية ستجد هنا كل الدول تحدد دولتك من بعد تحدد بلد الايقامة القانوني يعني البلد المقيم فيه انت حاليا من بعد تضع تاريخ ميلادك ما هو مستويك في اتقان اللغة الانجليزية تضع المستوى لي معك متقدم متوسط اساسي ما هو مستوى اتقان للغة الفرنسية تضع نفس الشي من بعد يسألك يقولك هل انت معك اختبار في اللغة اما في الايلتس او التي سي ايف وما الى ذلك انت تضع نعم او لا اذا معك اختبار في اللغة سيطب منك تحميل الاختبار هذا اذا لا تضع لا وتواصل هنا خاص بالمعلين والزوج والزوجة اذا حب تهاجر انت وعائلتك تضع هناك مفرد معك في العائلة انت وزوجتك واطفالك اذا انت مثلا عزب تضع هناك سفر هل لديك اتسالات في نيو برونزويك في كندا يعني عندك اشخاص تعرفهم في نيو برونزويك تضع نعم او لا هل يعيش افراد عائلتك المباشرين يعني اخوك او اختك او احد الولدين او الاطفال في مقاطعة او اقليم كندا اخر تضع نعم او لا من بعد تضع على ما هنا وتضغط على التالي حسنا الصفحة هذي خاصة بمعلومات الشريك يعني زوجتك او زوجك اذا انت متزوج وحب تضيف معلومات عن زوجك او شريكك تضع هنا معلومات وتضع نعم وسيرتح لك معلومات خاصة بالزوج راحة اذا انت اعزب تضع لي وتضع على ما هنا وتضغط على التالي هنا الصفحة الرابعة والاخيرة يقول لك يرجى ملاحظة انه اذا تصل بك ساحب العمل في نيو برونزويك فقد يطلب منك اكمل مقابلتك افتراضيا نشكرك مرة اخرى على اهتمامك بنيو برونزويك وعلى مشاركة ملفك الشخصي معنا انت هنا تضغط على حفظ والتالي وهكذا انت قدمت على المؤتمر بشكل رسمي الان المقاطعة تراجع طلبك اذا تم قبولك ستسلك رسالة عبر الايميل اللي سجلت به ويوم المؤتمر سيسلك ايميل فيه رابط لحضور المؤتمر ستجد رابط الصفحة هذي في اول تعليق فقط هذي كان كل شي في فيديو اليوم حظ موفق